بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الطلبة أقترب عليكم تمرين تمرين فيما خص التحولات نووية التمرين الأول والجزء الأول أتمم المعادلة التالية أذكر ما هو النبط الإشاري ألف كما راكم تشوفوا الراديو يتحول إلى رن رن راديو يتحول إلى رادو بعد التفكك وينبعث منه إشعاع إشعاع جسيمات ما هو النبط الإشعاعي إذن لنكم راكم تشوفوا النوويات أو النوكليون لأننا نزيد له اثنين ربعة نزيد له ربعة ولأننا في المقص البرتونات نزيد له اثنين ما هي إذن الجسيمة التي عندها نويات ربعة والشحنة اثنين هي ألفة الجسيمة ألفة كما تشوفوا فيما يخص اللازوت يتحول إلى كربون لازوت كما ما أرزوت مشع يتحول إلى كربون مستقر وش نزيد له هنا فيما يخص نويات تقعد هنا السفر وفيما يخص هنا الشحنة نزيد له واحد هذا ما يسمى يسمى البوزيتون إذن الجسيمة التي انبعثت من هذا التحول هي البوزيتون فيما يخص تحول الكربون مشع إلى آزوت نزيد له فيما يخص نويات لنوكليون كان 14 وفيما يخص لنا الشحنة لنا لازم النقص واحد بيكون الانحفاظ لنا سفر كبير لنا نقص واحد وهذا الانبيعات يسمى إلكترون سب بنقص فيما خص الدونطال يتحول إلى نقص نيوم إذن هنا سفر سوف تشوف هنا لازم تكون تحظم لا نقص 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 الوحد إذن ل بوزيطان الإنحفاظ النوايات والإنحفاظ شحن مددنا لبوزيطان فيما يتحول إلى البرون رصاص فيما خص نويات من 2013 و 209 إذن إذن يخص ربع ربع نويات والذي هنا يخص نين شحن إذن هذا الجسيمة تسمى ألفا تحول الأفنيوم إلى ذرة مستقرة ولكن الإنبعاث هو ألفا معناها لليوم وش لنندي ربع زيد 170 ربع زيد 180 مدن 174 74 لنه 70 فيما خص شحن فتشوف الجدول الدوري فتشوف الجدول الدوري وش يمدن لليتريوم لليتريوم هو Y B وأتمنى لكم التوفيق والسلام وعليكم وأطلب منكم إعادة هذا التصحيح بدون مشاهدة الفيديو والسلام عليكم شكرا للمشاهدين